السؤال عن الإقامة في بلاد الكفار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تتراع نارهما يقول هل هذا الحديث عام أم كان لحادثة معينة وفي نفس الوقت هناك من أهل العلم من أجاز الإقامة في بلاد المشركين طالما أن المسلم قادر على إظهار دينه فما معنى هذا وما هو دليلهم فأقول بارك الله فيكم أولا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام متفق على وجوبها بين أهل العلم لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بعدم وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهذه قضية منتهية وقد ثبتت ليس بالسنة فقط وإنما بنص القرآن فالله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فهذه الآية في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وكذلك ذكر أهل العلم في ذلك الآية التي فيها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهدأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فهذا أيضا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن هذا الحديث الذي فيه أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين يقيم بين المشركين لا تتراء نارهما وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين وهذه الأحاديث فيها شيء من الضعف لكنها يسهد بعضها لبعض الخلافة أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة ومن خالق في ذلك فهو قول شاذ لا اعتبار له هذا شيء وأما بالنسبة للحديث بعينه حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فإن له سبب ورود وسبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى خفعم فاعتصم منهم أناس بالسجود فقتلهم الصحابة فعندما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تتراء نارهما فإذا قتل المسلم في عملية في بلاد الكفر أو هجوم على بلاد الكفر فهو الذي أضر نفسه بإقامته بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدي هؤلاء الذين قتلوا وإن كان روية في بعض الطرق أنه وداهم نصف بيه ولكن هذا اللفظ لا يثبت ولا يصح فإذا هذا سبب ورود الحديث وهو يؤكد عدم جواز الإقامة في بلاد المشركين وليس خاصا بمثل هذه الحالة فالذي عليه علماء الأمة أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب هذا بالنسبة للحديث أما من ذهب من أهل العلم إلى جواز الإقامة إذا كان المسلم قادرا على إظهار دينه فإنما استدلوا على ذلك بأمور منها مثلا حصول التجارة من بعض الصحابة ويقولون إن أبا بكر رضي الله عنه كان يفعل ذلك وفي الحقيقة لا أعرف نصا صحيحا يدلل على هذا الذي ذهبوا إليه لكن القول عندهم في مثل هذه القضية مقبول ومعتبر لأنهم يتكلمون عن ما يعتبر الآن ويسمى في زماننا بالحماية الدبلوماسية أو الحصانة الدبلوماسية فقد كانت أمة الإسلام قوية وكان انتقال المسلم إلى مكان من بعض بلاد المشركين أو مناطق كل من فيها من المشركين كان انتقاله تحت قوة الإسلام فهذه البلاد كانت موادعة وكان إذا دخل المسلم إنما يدخل في حماية المسلمين لا يستطيع الكفار أن يتعربوا له لأنه تحت دولته وليس تحت سلطتهم هم وإنما يدخل لحاجة ويخرج ولأجل هذا كان إذا ذهب الشخص وكما احتج هؤلاء الذين قالوا بذلك اشترطوا أن يكون قادرا على إظهار دينه وبينوا ما المراد بإظهار الدين قالوا إظهار الدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر دينه في مكة بمعنى كان يجهر بخلاته وكان يجهر بدينه وكان يأتيهم في أنبيتهم ويأمرهم وينهاهم وكان يظهر لهم العداوة والبغضاء ويقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين وكان يظهر لهم فساد دينهم وعوار دينهم فهذا الآن للأسف ليس متوسرا ولا موجودا بل إن المسلم للأسف إذا سافر إلى بلاد الكفر فإنه يعني ينحفر في مكانه ولا يستطيع أن يؤذن ولا يستطيع أن يصلي جهارا ولا يستطيع أن يظهر فساد كفر الكافرين ولا أن يبين لهم ضلالهم وعوار ما هم عليه من عقيبة باطلة ولا يستطيع أن يسفه آلهتهم ويسفه أحلامهم وإلا أخرجوه وأقاموا عليه أحكامهم الباطلة الجائرة لأنه ضعيف لا يستطيع أن يظهر دينه وإنما يتخسى به في الحقيقة والله سبحانه وتعالى أعلم تصدّل يا شيخ عدلي سبحانه وتعالى أعلم 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 سبحانه وتعالى أخذ فإذا أخذة وأخذ رجع لقد أختصر чи معسطة موضوع ا sorry وقد تعالى أخذ درجة أكثر درجة أكثر لستة أكثر سحول EU جله ككم افتح سiyا حدث شعر حدث سنظر مع الحدث لا محترفة لكن لا محترفة لكن المحترفة سنظر عدت لترجم من الحدث نفس الحدث لكن حدث نفس الأحديث وجد من الحدث من حدث حدث ومخداع المترجم للقناة 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 جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم يا شيخ عدلي طيب هنا فمبارك خرج سبحان الله طيب الأحاديث 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 أبو علي يقول أحاديث ولذا حسنه الشيخ الألباني بارك الله فيك طيب الأخ يقول في بلاد الغرب أحيانا آآ نرى المسلمين يسوقون التكافي أو سيارات الأجرة آآ مع امرأة لحالها هل هناك من نصيحة أقول بارك الله فيك يعني النصيحة أولا تقدمت في كلامنا حول قضية الإقامة في بلاد المشركين أن الأصل أن المسلم لا يقبل بالإقامة في هذه البلاد ثانيا إذا أقام هناك فإنه يتعرض لمخالفات شرعية كثيرة ومن ذلك هذا العمل الذي ذكرته ولكنه ربما يكون أفضل من أعمال أخرى وأهوى في المعصية من أعمال أخرى فالذي يقود سيارة ويعني يركب معه امرأة أجنبية لا شك أنه واقع في مخالفة شرعية وهي الخلوة بهذه المرأة والفتنة بهذه المرأة ولكن هناك أعمال أخرى أعظم كالذي يعمل في أماكن بيع الخمور وفيها ما فيها من الاختلاط ومن ثماع الأغاني ومن كشف العورات ومن السكوت على منكرات كثيرة بخلاف تقديم الخمر وتقديم لحوم الخنزير وما إلى ذلك فالقضية خطيرة فنحن نقول وننصح إخواننا بأن يقللوا قدر المستطاع من المخالفات الشرعية إذا عاشوا في هذه البلاد وبالنسبة لأخينا أبو علي يقول لا يركب النساء فيقول لك الأخ لا يستطيع ذلك لأن الدولة يعني تحاسبه إن لم يركب الراكب الذي يشير له أو يطلب الركوب معه وحتى في بلاد الإسلام كما يقول الأخ كريم هناك من يركب النساء وحده وهذه أيضا ننصح فيها إخواننا دائما وكم من سائق سيارات الأجرة يعني ذكر لنا أمورا يندى لها الجبين عندما يركب امرأة وحدها معه وهذا للأسف يترتب عليه أمور خطيرة جدا تصل إلى الزنا والعياذ بالله في أحيان كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل يا شيخ عدلي هو أمور شهر ما يمكنني أن أعلم أي شيخ كان المسلمون أن يتفعل أن كما تدخل الوحيدة سنكون هناك ولكن محلول غير اخرى defence من الطريقة تدخل الوحيدة وجهة بالإعلامة الإسلاميات أسليف شخصة مثل browsers وهذه مشكلة في تغريب في اليوم كل هذه المدفعة هناك بالإعلامة بالإعلامة للإسلاميات بيطانيات الإسلامية ونسلسل umas حالة تغريب في اليوم and this is a privacy and all the things so if a person could not leave at least he have to minimize the best of his ability the wrongdoing and the violation that he can't wait until the end of the coming of the law is there and all the things is good jazakum allahu khairan and barakallahu khayyab الاخ علي علي هل لديك شيء الاخ علي علي ابو علي هل لديك سؤال اخر يا ابو علي الاخ يقول اذا كانت المرأة التي تعيش مع زوجها في بيار الكفر تريد الرجوع إلى بلدها ولكن وحدها بدون محرم هل يجوز لها ذلك لأن زوجها يريد البقاء للزيادة في تحصيل المال مع أنه يأخذ المعونة من الضمان في البلد الذي يعيش فيها الجواب بارك الله فيك المرأة يجب عليها أن تهاجر إلى بلاد الإسلام بمحرم أم بغير محرم فإنه يجب عليها ذلك طالما أنها تأمن على نفسها ولا يجوز لها أن تبقى في بلاد الكفر وأما بقاء زوجها فإنه لا يؤثر في هجرتها لكن لا تكون ذاهبة لأجل الزيارة وهي عازمة على العودة مرة أخرى ويجب على الزوج هو أن يعود إلى بلده ولا يبقى حتى يحصل مالا ولا يجمع لشراء بيت كما كتبت الآن ولا غير ذلك إنما يجب علي أن يعود إلى بلده مع زوجته لكي يكون محرما لها ولكي يهاجر من دار الكفر أو يعود من دار الكفر إلى دار الإسلام لكن لو رفض وأبى إلا البقاء فرجعت هي إلى بلادها فلا حرج عليها وإن لم يكن معها محرم طالما أنها تأمن على نفسها والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل يا شيخ عدي تفضل يا شيخ عدي الاسلامي أو أو اشخاص مملكة التي ستكون من المترجم وتسلقها وإذا كانت شخصايا رجالها أو أعطيها وإذا سألت مراتها إذا ستألت بإمكانها إذا لم يمكن أن تكون هناك وإذا كانت مراتها فإذا هو ما هو مقرأ ولكن هذا هو مقرأ يجب العمي بار arkadaşيب لم يكن ينفع بيومها ولكن جيداirtي لازالك ويدل عاغي الحمي إنساء وصور عزيز الثالث من الوحيد أسابقه الحمي بجميع الشباب خلال الناس لمن يتحقق سوى لغة جميع المغربي و هذا هو الشيء يجب أن تفعله الله مزيد جزاكم الله خير و بارك الله فيكم